اشتركوا في القناة بين جميع الكائنات معرفتنا بهذا المكون وتحررنا من الرج لغيره والاستعباد لغيره كائنا ما كان فكرا وسلوكا وميزانا نزين به القبول والرد والفرح والحزن والمحبة والبغض فنحن في هذه الصفات البشرية نقوم على ميزان أسمى وأكبر من أن يستولد من فكر بشري وتجارب مادية دنيوية بشهدتنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتحرر من كل تلك القيود ومن كل تلك الاستعبادات لغير الذي يستحق أن نكون عبادا له وأن يكون نساؤنا إماء له وهو الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبلغ عن هذا الإله الخالق هداية الخلائق وما به حقائق فوزهم وحقائق سعادتهم لا من حيث التجربة لكن من حيث العلم المحيط بكل شيء علم الموجد المبدع الفاطر الخالق المكون سبحانه وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة آتاكم المؤهلات لتعلموا إذا أحسنتم استعمالها على الوجه الصحيح أخذتم نصيبا من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والإحاطة بالعلم لواحد هو الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه وبعلمه أرسل الرسول وبعلمه أنزل الكتاب وبعلمه شرع الشرائع جل جلاله وتعالى فعله فصل اللهم على أبدك الذي اصطفيت واجتبيت وختمت به الرسالات محمد بن عبد الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير الذي كان حالنا والبشرية والإنسانية في العالم قبل بعثته ومجيئه في ضلال مبين بكل ما تحمله الكلمة من معاني ضلال في الفكر ضلال في التعامل ضلال في القيادة ضلال في الاختيار ضلال مبين واضح بيّن في العالم كله شرقا وغربا وغربا عربا وعجما رجالا ونسان ولم يبقى إلا نتف مما حفظته الفطرة أو بقايا آثار الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم وهي قليلة جدا عند طغيان ظلمة الفسق والشره والاستعباد للشهوات والأهواء وطغيان القوة للقوي على الضعيف في حال غريب مر شنيع إذا درسه الدارس علم حكمة الله في أن اختار هذا المصطفى وهذا الخاتم في أحلك الأوقات وأصعب الأوقات لينقذ البشرية ولينقذ الأمة من الضلال صلى الله عليه وعلا عليه وسلم فجاءنا بالهداء من عند ربنا سبحانه وتعالى وواجه العقليات المختلفة والأفكار المختلفة ليس مرسلا لقومه ولا لجماعته ولا لأهل بلده ولا للعرب ولكن مرسل للشرق للغرب للعرب للعجم للإنس والجن إيش المسئولية هذه إيش المهمة هذه إيش الخصوصية الكبيرة هذه وكيف يستطيع هذا الفرد أن يؤدي هذه الرسالة في هذا الخضم إن كان في أرض العرب التي بعث فيها معاني كثيرة من التدني في حياة الناس رجالا ونساء فإن الظلام الذي كان تحت يد السلطات الغاشمة في الشرق مع تغياني تلك الحضارة الفارسية أو في الغرب مع تغياني تلك الحضارة الرومية كان الحال فيها أصعب وأشد وأشنع والذي يتعلق بالظلم أمر شنيع ويعدون هذه المنطقة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم منطقة أشبه بعبيد لهم لا يرون لهم شانا في وعي ولا في ثقافة ولا في عدل ولا في إدراك ولا حق لهم أن يتكلموا أمام سيادتهم كما يتوهمونها ويتوهمها لإنسان كل إنسان ظن في نفسه الاستغناء ونسي بدايته ونسي نهايته وفيما بين البداية والنهاية تسع الغرور عند الكثير وتماما ياتي لو تمكنت له الوسائل لقال كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هذا شان الإنسان الذي لم يتربى هذا شان الإنسان الذي لم يتذكى الناس لبدايته والناس لنهايته ففيما بين البداية والنهاية مرحلة الغرور مرحلة التطاول مرحلة مجاوزة الإنسان لحده لكن إذا ربط واقعه وحاضره ببدايته ونهايته استقام في هذه الحاضرة واستقام في هذه الحياة يعلم من أين تكون ومن كونه ولماذا كون وما أصله هيكون واعيا عاقرا فاهما مثقفا من لا يعرف بدايته من لا يعرف أصله هذه الثقافة غريبة إذا واحد يجهل أصله يجهل بدايته يجهل تكوينه ثم يسمى مثقف أهم الأشياء أنت جاهل بها فما هي ثقافتك إذن؟ ثقافتك في مديات يستوي فيها البر والفاجر ويمر الناس فيها كلهم برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وتنتهي بالجميع ثم يكون سوء المصير بعد ذلك هذه ثقافة؟ هذا تطور؟ هذه معرفة؟ يا إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ من على ظهر الأرض اليوم من بني آدم؟ مثقف غير مثقف متقدم متطور متخلف؟ اختار شكله اختار لونه اختار أباه اختار أباه أي رئيس في العالم؟ اختار أباه اختار أمه اختار شكله اختار مرحلة تكونه من نطفة إلى علاقة ومن علاقة إلى مضا وتحكم فيها فيه يوجد هذه بداياتهم هذا أصلهم هذا أساسهم كائنين من كانوا هذا واقعهم العاقل الواعي يدرك الحقائق لا يضحك عليه واحد كان من نطفة إلى العاقل مضلاله اختيار في وقته ولا في بلده ولا في أبوه وأمه بيجيب يقول أنا أدل لك أحسن من منهج ربك أنا أقول لك إيش الحلال إيش الحرم أنا أقول لك هذا في مصلحتك وهذا في غير مصلحتك أنت من؟ واحد كما يكنت نطفة أنا كنت كما يكنت نطفة وأنت كنت كما بعدين علاقة بعدين مضا أجيب واللي كوّن عظامي لا أنا كوّنت عظامي ولا أنت كوّنت عظامك فضلا أنت تكون أنت كوّنت عظامي أنا حتى اليوم تجي وتقول أنا مرشدك وأنا أهديك أقول لك أنت واحد مثلي تحتاج مرشد تحتاج دال تحتاج تعرف من لي كوّن عظامك ثم كسل عظام لحمة ثم أنشأك خلقا آخر وأخرجك من بطن أمك بترتيب من عنده ويسر لك السبيل وأنت لا تعلم شيء وأعطاك المؤهلات من السمع والبصر كيف تحولت إلى إنسان كأنك إله لبقية الإنسان ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عقليات أهل الكتاب الذين عندهم بقايا من أخبار سيدنا موسى وسيدنا عيسى قل يا كتاب تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم هل لا نعبد إلا الله ولا نشرك بيشين ويتخذ بعضنا بعضنا أربابا من دون الله إنه كثير من الناس ربما بدعوة الحرية يأتي بحركة والسلوك عكسي تماما يستعبد تماما لفئة معين لفكر معين لدولة معينة ويقع عبد بمعنى الكلمة لهم لماذا؟ قالوا لأنها حرية الحرية الصحية نحن نريدها لك يا أخي نحن نريد لك الحرية الصحية لكن أن تتحول مفهوم الحرية لأن تكون في أفكارك ومبادئك تبع لثلة لجماعة لقوم بشر مثلك اليوم يجربوا كذا وبكرة ينقضونه اليوم يقولوا كذا وبكرة يخالفونه والله ما فيها حرية بكل منطق بكل عقل بكل إدراك ما فيها حرية هذا استئسار ممن إرادة خروج عن من يستحق العبودية إلى أن تقع في يدي من لا يستحق العبودية فيستعبدك ندعوك إلى حقيقة الحرية أنت أمهل واحد لست أمهل شرق ولا لغرب ولا لحضارة ولا لتكن الوجيء ولا لحزب ولا لجماعة أنت أمهل واحد أحد فرد صمد قوي قادر لك العزة والشرف أن تنتمي إليه فإذا تحول هذا الانتمام إلى أن توسري في الفكر في العقل في المعطاءات في السلوك إلى هذه الفأة إلى هذه الدولة إلى هذا النظام خرجتي من شرف الحرية الصحيحة والعبودية لمن يستحق العبودية إلى دعوة ووهم الحرية في كبتي استعبادي من لا يستحق أن يعبد ومن لا يستحق أن يكون إله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أفكارهم ما رضي تتنور ما رضي تدرك الحقيقة قلوا اشهدوا بأننا مسلم ثم أشهدوا نحن عرفنا الخالق وأسلمنا له مرجعنا إليه من يعيش معنا على ظهر الأرض من يعيش معنا على ظهر الأرض ثم يظن أنه لا يموت من 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 طيب عقيدتنا عن الموت ما هي وماذا بعد الموت كما كان لنا بداية لنا نهاية بدايتنا في قدرة عظيمة هذا العصابة التي نعيش بها الآن العرق الخلايا التي فينا من نطفة من نطفة من نطفة كيف؟ عظام من نطفة دم من نطفة؟ شعر من نطفة؟ ما هي هذه؟ ما هي المقاييس هذه؟ كيف نطفة؟ شعر عظم لحم عصاب خلايا جهاز هضمي جهاز تنفسي نطفة؟ 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 تتحول إلى هذا كله؟ يعني بداية يعني بداية متحدة بداية عظيمة يعني أن تخبع لها الرؤوس الذي بدأك يعيدك الذي بدأك يرجعك الذي يجهل هذه الحقائق عبث يسمى مثقف عبث يسمى متطور عبث يسمى منفتح وهو لكله في مصير المقبل على الجميع والمستقبل الكبير نحن بحكم إسلامنا وإيماننا أيقنا ما أيقن بآدم والمؤمن من أولاد آدم والأنبياء وأتباعهم إلى نبينا محمد أن وراء هذه الحياة حياة في البرزخ ثم حياة بعث ثم استقرار في حياة أبدية جنة أو نار هذا مستقبلنا فهل يمكن أن تتغير فكرة المستقبل لإلغى هذا كله ويكون فكرة المستقبل ثلاثين سنة أربعين سنة يعيشها الإنسان على ظهر الأرض من بعد ما تتفتح ذهنه على المستقبل ما يتجاوز هذا السنين إلا أندر النادر بل الغالب قبل ذلك من بعد ما يفتحه في خمسة عشر سنة وفي عشرين سنة على شون المستقبل وإعداد له ما عد ما يبقى في الحياة أكثر من أربعين سنة غالبا قط أربعين خمسين كنتها الآن حضر لي أي مجمع من المجامع من النساء حسوبي عدد العجائز وعدد الشابات كام ليش عجائز قليل ليش شابات وطفلات كثير ليش لأنه موت لأنه موت وإلا بيكونوا هم أكثر أضعاف مننا أضعاف من الصغار أضعاف الأضعاف لكن ماشي بقاء هذا مسلكنا هو هو ما يتغير هل أنا إذا تعلمت علم مخصوص مثلا أو ارتقيتي إلى وظيفة معينة بأخرج عن مسلك هذا ممكن أبغياني هذا ما ما لا يمكن أصلا فعبث أن أغير سلتي بهذا الإله الذي خلق واستعدادي للقاءه غروراً بشيء مما بين البداية والنهاية أنت في الوسط بينه والعجيب أن هذا الوسط أكثر شيء بداية من أيام كنت في الأرواح في عالم الأرواح وخلقك بداية طويلة من عهد آدم إلى أن جيت إلى صلب الأب إلى أن حملتك الأم وهذا الوسط من بعد الولادة لأن أكثر شيء إلى وقت الموت وهذه برزخ إلى يوم القيامة طويل ستين سنة حطي فوقها ستين ثانية حطي فوقها ستين ثالثة حطي فوقها ستين رابع حطي فوقها إلى أن يجب أن أفخف السور وأن أفخف السور تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا مستقبلنا خمسين ألف سنة أنا إذا غفلت عن ربي في هذه الحياة مدة العشرين سنة ثلاثين أربعين سنة بتعبت في خمسين ألف سنة أنا ما بثقف أنا عاقل أنا متطور أنا من أنا أنا الأهبل أنا البليد ولذا كل أهل هذا المسلك المنحرف في الموقف القيامة لو كنا نسمعه أو نعقله ما كنا في أصحاب سهير قالوا فأعترف بذومهم لكن بعد ما انتهت الفرصة في وقت الاعتراف معادي ينفع كان الاعتراف ينفع لحظة من لحظات الاعتراف في العمر هذا القصير تنفعك تقربك إلى الله تجمعوا بها ذنبك لكن بعدين اعترف لما تشبع اعتراف ما ينفع فاعترفوا بذنبهم فسحوا قل لأصحاب السعير حتى جاءنا في الأحاديث لو كانت سفن لجرت في دموعه دموعهم اللي تخرج منهم تجري أخاديد في النار قال لو كانت سفن لجرت فيها من كثرتها بس ما تفيد هذا ما تفيد أصحابها شيء ومن الذي فيها هذا البكاء يقول الله تعالوmon يوم يعظ الظالم على يدايه يقولوا يا ليت أن يتخذتم مع مع الرسول سبيله اعتطي في ذهنش في الجامعة ما حد يقول ليت أن يتخذتم مع الدولة الفلانية مع الجماعة الفانية سبيeting ما حد يقول كذا بقول ومع الرسول من هو يا ليت أن يتخذتم من ها يقول هو ذاك الباطر المستكبر لي كان ما يعد الرسالة شيء ولا يلتفت للرسول أصلا الآن يقول هل أن يتخذتم مع الرسول سبيله يا ليتني اتخذتوا مع الرسولي سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا الخليل هدك يابلي الأفكار غير عقلي خلانا ما أعرف قدر رسالة ولا قدر رسول ما أعرف قدر ربوبية والولهية شيء بالمشمع ذا وشيء بالشعار ذا لعب على عقلي ضيعت فرائض فعلت محرماد صرح الطرفي فيما لا ينبغي وعن خالق عيني قال لي بأمر نبيه يبلغنا قل لي المؤمنين يغضوا يحفظ ذلك أذكاء لهم الله يقول أذكاء يجي نحن واحد شرقي والأغرب يقول لا أذكاء أطيب فتا واحد صادق واحد كادب أنت والله واحد منكم يجيين كادب واحد صادق لا والله ما الصادق إلا الله جل جلاله وتعالى في علاق بأي ميزان أنت قلت لي أن تفتيح عيني خير وأذكاء لي بأي ميزان قل لي هاته المنطق الذي عندك هاته الحجة هل أنا إذا فتحت عيوني على المناظر المحرمة وتابعت برامجك الفاسدة هذه أزداد حقيقة علم وحصل حتى مال دنياوي ولو حصلت مال الدنيا وكل ما ضيع ديني ما أفادني لكن حتى المال حصل ممكن أنا أفقد عمري وأفقد فكري وأفقد قيمي وتقول لي أزكى لك أنت كذبت الله صدق أزكى لي غض بصري أزكى لي أمتنع عن هذا الامتداد الذي يضرني والذي مآله وعاقبته صعبة عليه النظرة سهم مسموم من سهم إبليس المرجوم قال الله من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلوته في قلبه يتنجز له الفائدة وعاده في الدنيا قبل الموت الآن قد يذوق الحلاوة الحلاوة هذه أحسن من الطبخات اللي تعرفينها كلها وانتي أيضا بحكم أنك مرة لك دربة وقدرة تفوقين كثير من الرجال الطبخين إذا تعلقتي بمثل هذا الإعداد هذا الهيئة الطعام أنت تفوقينهم كثير ولكن كل هذه الطبخات ما تساوي حلاوة الإيمان أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه حلاوة روحية تملأ من الرأس إلى القدم لذة وهو في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة جزاء حسن لأنه غض بصره عن محارم الله يقول صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله هذه ثلاث عيون ما تبكي وبقية عيون تبكي إلا أنه البقاء الذي لا يفيد البقاء الذي لا يفيد فكلهم يبكون في ذلك اليوم إلا عيون كانت تبكي من خشية ربها في الدنيا عيون غضت عن محارم الله جل جاء إذن علمنا مما بينا وطرحنا أن حقائق سعادتنا وفوزنا أن ندرك من نحن ومن أين جينا ولماذا وما مهمتنا في الحياة أمام أفكار في الشرق في الغرب طويلة عريضة غريبة جدا كل فكرة أصحابها يقولون أن فيها فائدة وفيها متعة وفيها وفيها مكاسب للإنسان وفيها سعادة لكن بعقلي بسمعي ببصرية أما الحال الفكرة هذه حدثت قبل سبعين سنة هذه قبل ثمانين سنة هذه قبل مئة سنة هذه قبل مئتين سنة فكرة الموجودة في العالم اليوم من منهم حق الكلامه الذي قال جي تأملهم وتأمل مسارهم وعيشتهم وحالتهم الراهنة أجد أن الذي قالوا شيء والواقع الذي يعيشونه شيء آخر بل ربما كان عكسا تماما هذا واقع واقع في أم الحديث المتعلق مثلا بما سمي حرية المرأة وما عرفنا أحد يعطي المرأة ولا يعطي الرجل بل ولا يعطي الحيوانات والجمادات حقها مثل خالق المرأة والرجل والحيوان والنبات والجماد هذا الذي يعرفهم ويعرف إيش حقهم ويعرف إيش مصلحتهم وأعطى كل واحد حقه ونهى أي واحد أن يتعدى طوره على الثاني أو أن يظلم الثاني كائن ما كان حتى إذا جاءت القيامة وقيم القصاص بين الناس والحيوانات ليس بينهم البن بس بينهم وبين الحيوانات من تعدى على حيوان بغير حق بغير نظام من خالق الحيوان هناك حيوانات أذن الله لنا نذبح ما علينا شيء فيه لكن حيوان حيوان لا يجوز لك تذبح حرامة حيوان لا يجوز لك تقتله أصلاً حيوان يجب عليك رعايته لو حبسته من دون أن تقوم بحقه أخذ منك الحق يوم القيامة وعذبته بأجله بسببه الله 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 تمد يدك على حيوان بغير حق خالقك وخالق الحيوان يقيم القصاص والعدل بينكم أغرب من ذلك غير المكلفين وهي الحيوانات بينها البين يقادل الشات الجمّة من الشات القرنة عشن في محل واحد وحدي فيها قرون دي مسكينة ما عندها القرون هذه كانت تنطحها لما تجي عند محل الأكل وذا تقول بها كذا من شان هي تستاثر بالأكل وتعمل شيء وسط الدرع حقها وساعة تنطح ديك مسكينة بتنطح ما شيء فيها القرون ما توجب تمام في القيامة يأمر الله تحويل قرنة هذه لها وأن تنطحها بقدري ما نطحتها في الدنيا ثم يقال للحيوانات كني تراب فتتحول الحيوانات إلى تراب ما شيء جنة ولا نار ما هم مكلفين ما عندهم المؤهلات اللي عندك أنت أنت آدمية عندك مؤهلات عندك معطيات ما معطيتها هذه الحيوانات فلا جنة ولا نار لها تصير تراب في تلك الساعة ويقول الكافر يا ليتني كنت يتمنى أنه كم بقرة كان حمار وانت اللي كنت تعد نفسك وانت اللي كنت من مركز ولا أنت تتمنى حتى منزلة حمار ولا بقرة هذا أحسن لأن أنا وراء نار هذا ماشي وراء نار ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب إذن لا مجال لأن نخدع إذا حسنت صلتنا بوحي الله ربنا الذي خلقنا فهو الذي يحرسنا من خديعة نفوسنا وشاطين الإنس والجن وأي مخادع في الحياة إذا أخذنا ميزان الرحمن الذي يخلق نعرفه هولا الذي ادعو حرية المرأة مثلا من سنين هذا جابوا لنا صور قبل مائة سنة بالضبط تقريبا في شوارع لندن كل النساء مغطيات الرؤوس ولا شعر وحدة راء شارع شارع بهذا الحال في لندن بقايا من بقايا الفطرة وبقايا الدين جاءت اللي سموها نهضات وعركات مشان تتكشف مشان تتبرج مشان تعمل عملوا ذلك الآن الإحصائيات الرسمية الرسمية من لندن نفسها الاغتصابات للنساء القتل للنساء شيء كبير لو كان التبرج والله قد يكرم المرأة أو يرفعها ما وصل للحال هذا يعني تحدث يعني أي شيء فيه انتهاك خارج عن الشرع من غير شك في بلاد العربة وبلاد الإسلام للمرأة أو لغير المرأة لكن ما يحصل إلى مثل هذه النسبة من القتل والضرب والاغتصاب للمرأة وحدها في بلدان التقدم والتطور طيب هذا قدام عيني وإحصائيتهم رسمية اليوم تجيبه أنا غمضعوني يقول لا لا هذا هو متقدم على أي أساس يعني خلاص عقل يروح بصير يروح أنا أقع عبد يعني على أي أساس هذا الواقع أي واحد من اللي يتكلمون كان في مصلحة المرأة هل في تكشفها أو ظهارها المحاسن مصلحة لها أو للمجتمع اللي تعيش فيه أو لا كان في أمريكا يتكلم مجموعة من النساء كثير فكان يطرح لهم الأضرار فقامت بعض الشابات مثلا يردين على الشيخ هذا قام من النساء الأمريكيات اللي شبعين تبرجوا ويذهبوا من قام قالوا إن نحن جربنا قدامكين يا بنات جلسين نحن هذا الكلام كنا مغترين به ورحنا الآن أتمنى أن أكون عائشة زوجة صالحة في بيت مستقر آدمي كما خلقني الله آدمية ما أقدرت على هذا من يرد عليه هن نفسين قلت برجي نورجان قلت هن كبار الآن بسنة راكنا الحقيقة وإيش الفايدة من وراء هذا المرأة إذا كشفت محسنة هي تستفيد أو المجتمع يستفيد لو فرضناك أنه ما يتضرر في المجتمع لأن الله خلق الناس بشعر بهذه الهيكل وبهذه الطريقة واحد بيجيب يقول أنا إنسان ما عندي شهوة يقول له والله ما أنت ملك يعني يقوله لا يخلونا رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت هي مريم بنت عمراء إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر ده من تتنكر هذا طيب في مع هذا من يتغلب على شهواته وآفاته بيجيام يتمسك بها يتغلب عليها عند هذا التغلب كم نسبتهم وكم اللي يتضررون لو فرضنا في تكشف المرأة أو إظهار المحسنها فساد واحد في المئة والضر واحد في المئة لو قلنا هذا مبرر لأنه قلها بعد يتضرر عنه كيف المسألة نسبة صعبة ما هي واحد ولا ثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة الذي ينجو ممكن من هذا الشرق هو الواحد في المئة ثلاثمين هم ليهم ممكن الذي ينجو لكن المجتمعات التي تفشى فيها التبرج ما عاد شي أسر حقيقية ما عاد شي أسر حقيقية خلاص تفككت الأسر ما يعيشون عيشة آدمية شريفة شبه الحيوان والحيوان خير منهم هذا الذي يعانونه اليوم والذي يشعرون به اليوم إلا النادر القليل مما حفظ من أساس الفطرة وهو قليل نادر هذا هو الواقع إذن الحق لما أنزل آيات الحجاب في كتابه كان يعلم بمصالح عبادة أو كان لا يعلم وهل كان بهذا يظلم أحد استغفر الله هل كان بهذا سبحانه وتعالى يذر أحد يوذي أحد حشا جل جل وهو أرحم بنا من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا لو لم يكن مصلحة عبادة في هذا ما أنزله وهو الغني عنا وعن عبادتنا وعن إيمانا وعن كل شيء لكن رحمة منه بنا أنزل الكتب وأرسل الرسول وجاءنا بهذا الخير فمثل كنا في مثل هذه المدرسة النموذجية يجب أن تتغلعل في عقولك وقلوبك أمر صلتك بإلهك الذي أخلقك والنبي الذي أرسله وتبرز للعالم بحقيقة قاتل نحن نريدك تبعيات في تبعيات نريدك أستاذات نريدك مؤثرات ما نريدك تابعات تابعات لشرق الغرب لفرنسا لأمريكا لبريطانيا مثلنا خلقهم الله تعالى وهم معرضون لأنواع المشاكل الاجتماعية والمشاكل الهولوجية والمشاكل الإنسانية وهم عقلاءهم يعترفون بذلك ويقرون به ويقولون أن حضرتهم خدمة المادة ولا خدمة الإنسان ما خدمة الإنسان من حيث هو إنسان خدمة ما يستعمله الإنسان فلما كان الأمر كذلك هذا الإنسان الذي يستعمل الأشياء الآن نسب العصابات الموجودة عنده التي دوخت بالكنترولات حقهم دوخت بالهيئات الاستخبارية والعسكرية حقهم والشرطة موجود هذا بكميات كبيرة كان واحد لا أظن عادو حي وتوفي مخلص رجل ألماني يجاي لهنا وأسلم يسمعنا يتكلمون عن الإسلام والإرهاب قال أنا لسياحات كثيرة في العالم ما تعرضت ما تعرضت للاختلاص وللسرقة إلا مرتين واحدة في أمريكا واحدة ذكر لي واحدة وثانية من دول أوروبا فينا هذه حصلت للأصابة وشلوا لي معي كله وجيت بلدان العرب ما بدأ حد قابلنا بشيء هو قد يحصل هذا هنا أو هناك لكن الحقيقة أن الطرح كله باطل أن المسلمين أن الإسلام الرهاب طرح باطل كله من أصلهم من حقيقتهم إذا جينا للحقيقة دي ما عرف التاريخ الرهاب مثل تاريخه هم هؤلاء يسمون نفسهم متقدمين ما هو ببعيد محاكم التفتيش التي قامت في الأندلس وفي أسبانيا بمجرد بمجرد أن الإنسان خلاص فقد حريته كل شيء بمجرد أدنى علامة أنه لهم علاقة بالإسلام وشي يموت الإسلام ذبح على طول وقتل على طول وكم مئات ومئات مئة هذا الإرهاب لا نتحدثون عنهم هذا الإرهاب في وقت الآن مثل هذه الدولة كم تسمعون الآن عن إرادة انفصال بعضها عن بعض عن مشاكل تقوم عن رؤيسها وغيرهم أنا ما أدري كيف بعض العقلات تتصور كأن ذلك ملايكة وناس ما نزلوا كذا المشاكل يعانونها عجيبة مرة خرجت في واشنطن في أمريكا ومشي خرجت خارج واشنطن معنا جماعة من الأمريكيين وغيرهم عديت جسر كبير وشط كذا قوائل وناس قلتوا ما شهده قالوا هؤلاء ساكنين تحت الجسر ما يملكون سكن ما عندهم سكن وهم بالعوائل والعيال وهم تحت الجسر كبير جلسين هناك تحت الجسر بعدين مرت بمنطقة أخرى في أمريكا هنا بيوت كثيرة كذا مبنية مقفلة قلوا ما يشهد قالوا حصلت مشاكل بين البنك والذي بنوها لهم وقفلتها الدول قالوا ليش ما يحطون درك أصحاب العصابي قالوا لأنهم الآن إلا في مشاكل العصابات تجي تحل فيها عصابات تجي تحل وسط هذه البيوت المقايمة عليها مشاكل قانوني هذا واقعهم اللي يعيشون فيه هذه حياتهم حل المشكلة بين الأبيض والأسود ما نحلت في أمريكا إلى اليوم الأسود والأبيض في أمريكا ما هي محتلة هذه المشكلة إلى اليوم النظرة لازالت معتقرة الكثير من أنواع النفوذ قايم في مستوى الشركات على مستوى الحكومة نفسها وإن حاولوا يغطوا ذلك رأيناهم وشاهدناهم وقلناهم نحن أول ما بعث النبي ما حلنا مشكلة أبيض أسود أحمر أصفر ما عادش هذا المشكلة ما كانت موجودة كان في الصفوف اللي يجي بجنبه الأبيض والأسود والقرشي والقحطاني والفارسي والحبشي في صف واحد حل المشكلة هذه جاب إنسانية جاب شيء ينهض بالناس صلى الله عليه وعلا وصحبه وسلم إذن يجب أن النعيم مثل هذه الحقائق والله ما بيفيدنا أحد من أولئك ولا أولئك ومرجعنا ليس إلى أحد منهم ما بنرجع إلى أحد منهم بنرجع إلى الله جل جلاله ما ندري إذا قدرنا العمر الغالب الممكن بنبنبنبضي عدنا نحن هذه السنوات إلى أن نصل ما بين ستين وسبعين والأقل الأمة ما نجوز ذلك لكن عندنا نسبة كبيرة ما يصلون إلى هذا العمر الغالب ما يصلون ما قدام عيوننا نسبة كبيرة رجال نساء ما يصلون إلى هذا الحياة كلها قصيرين فالغنيمة فيها ما ما نفع في المستقبل الطويل مستقبل برزخ مستقبل يوم مقدار خمسين ألف سنة واحد بعده مستقبل بلا نهاية يعني أبد يا أهل الجنة خلودا فلا موت يا أهل النار خلودا فلا موت والعجب أن في المستقبل الطيب العظيم أول ما يدخل المؤمنة والمؤمن إلى الجنة ينادى بهذه النداد إن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا هذي الخصائص هذا فين هي في الدنيا فين تحت أي حضارة ممكن نحصل واحد من الأربعة واحد واحد بس إيش من واحد هو الرؤساء الكبار الكثير أكثر الناس أمراء هذا الموجود في الدنيا ماشي ماشي انت specifications فلا تمرضوا ما في موجود الأمراض الخطيرة في عصرنا جاءت من بلاد التقدم ما انهم من بلاد الفقر أمراض الخطيرة المعدية من الأجز وغيرهم جاءت من بلادهم جاءت من بلاد التقدم وتطور فما جاءت من بلاد الفقر ولا يتدرك بلاد الله الله لا تصح ما شيء بغينا بطيب واحدة سنة تشبوا ولا تهرموا أبدا يصلعون لهم عمليات تجميل وغيرها ولابد يظهر على عبادين يضطر يحمل العصاء حتى ما يبغى وما يبغى وعدوا على كرسي متحرك يمشي هذه شهن حياة الدنيا لكن حقا يقول مستقبل كبير يا مؤمنات يا مسلمات في مدرسة نموذجية خرج النماذج تنقذنا الناس من الورطات هذه التي وقعوا فيها ومن قصر النظر هذا المسمى بأي اسم كان ففي مثل مدرسة نموذجية ينبغي أن تكون النماذج صالحات يزال الله لدارة خير وأنتم أمام قيم هي الباقية على مدى القرون أمام قيم عظيمة فيما شرع الله تبارك وتعالى من ستر المرأة لمحاسنها تحفظ الأسر ما يجي زوج يتشوف في لذي وذيك فيفتنن عليه بينه وبين زوجته فتكبره إذا سعدها الحظ وكانت زوجة واستقرت أن ما تستغني عن هذا في ممكن في بعض مراحل العمر تتصور الفتاة أو بعض الفتاة أنه ممكن يستغني عن الزواج ويفكر في غيره أكثر في النهاية هو آدمي روح أعمل ما شيت وتوظف ما شيت أنت آدمي بني آدم إنسان استقرارك ثمانينتك حياتك في هذا من دون أداء واحد ما قدر مسكين ما تيسر له الأمر يعاني لكن واحده يتسبب بالتحدي للفترق ويتسبب في البعد عن هذا ويقول له أنا موستغني شوفوا قعدين حالته كيف يتعب مسكين نفسيا يتعب فكريا يتعب جسديا هذه الطبيعة الله خلقها كيف تقدر تبدلها سماء فوقي أرض تحتي أنا ما أقدر أقلب ما أقدر أسرا أنا مجهور لحكم الإله القاهر كذلك جعل الرجال جعل المرأة جعل حاجة هذا إلى هذا وهذا والصلاحهم واستقرارهم أن ينشى بينهم المودة ويكون السكن الحقيقي الذي يسكنون إليك هذه غايتهم في مدة هذه الحياة القصيرة وفي الآخرة هم وأزواجهم على الأرائك ينظرون هم وأزواجهم وقل إن الخاسين الذين خسروا منفسهم وأهليهم يوم القيامة بارك الله فيك في وجهاتك في آدابك في رابطتك بهذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قريب جاءت وحدة من أستراليا كانت في شاهدت بعين حادثة في طائرة واحد سكران وقام يمسك حرمة قاعدة في الطائرة وأول صاحت وبعدين يبطحها على الأرض وراح تدوك على زوجها كان في الحمام حق الطائرة واخرجوا وبالقوة يشلوا الرجال فجاءت قاتلها إلهة لله ليه النبي قال تسافر المرأة مع محرم إن زمن التقدم والتطور عندنا وزمن هذا هذا يشاهده بقام دم عيني حادثة في هذا هذا واحدة وكم حوادث وهذا عدو وسط الطائرة وناس في الطائرة عمر غريب في غير الطائرة غير الطائرة حدوثة مثل هذا أقوى وأيسر ما يذكر رسول الله كلام بمجرد بمجرد تخمين ولا بمجرد تفكير بشري وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي هذه حظمة أظمة أن ننتمي إلى الحق وإلى رسولك في تعاليمنا في مفاهيمنا في ثقافاتنا وهو حقيقة الإنقاذ للإنسانية ثبت الله قلوبك وثبت الله أقدامك واجعلك رسول خير في هذه الأمة جعلكنا سبحان نماذج نور وهداء على أقوى الطرق تنتفع وتنفع غيركنا شرح الله صدوركنا وبارك في المدرسة والقائمين عليها والمساهمين فيها وعانهم على أداء المهمات على الوجه الأرض الأتم الأكمل وأراني طولت عليكم وجوزت الحد سامحنا ترجمة نانسي قنقر